أهلا بكم أعزائي الطلبة في كل مكان مرحباً وحلق جديد من برنامج نائل أبا دايماً بنقول إحنا معاكم في كل وقت وكل مكان حتى ليلة الانتحاد النهاردة يمكن هتبقى ليلة جميلة عليكم لأن انتوا هتحضروا كل المواد أو كل المعلومات اللي انتوا حصدتوها وذكرتوها وتعبتوا فيها وأخدتوا مقود فيها النهاردة إحنا بنمشط ذاكرتكم الجميلة وبنقول دايماً ربنا معاكم لأن انتوا أحسنتوا العمل فمشروح منكم الأجر إن شاء الله النجاح الدائم النهاردة معاكم مادة جديدة هي مادة آلات النسيج وطبعاً مادتنا الجميلة دي مادة مشيقة وشيقة جداً للغاية وهي دايماً مليئة بالمعلومات المفيدة نحن بنقول نفهم يا جماعة ما نحفظ وفي بعض الحاجات ممكن نحفظها لكن دايماً نخلينا في إطار ألفه النهاردة بيحاضر معنا هذه الحلقة وهذه المحاضرة الجميلة الأستاذ محمد عبد السلام عبد الرحيم معلم خبير بوزارة التربية والتعليم أهلا وسهلا بك أهلا بحضرك أستاذ مرص ربنا يخليك يا رب مستر محمد عبد السلام طبعاً دايماً أولادك بيحبوا يتواصلوا معاك ودايماً هم بيتلقوا منك العلم والمعرفة بشكل وبأشكال مختلفة الصراحة النهاردة ليلة الامتحان وبتوجه محاضرتك النهاردة لصف الثالث الصناعي لمادة الآلات النسيجية ومراجعة ليلة الامتحان اسمحني أهمية هذه الليلة وأهمية بداية وأهمية أن يراجع أبنائنا بشكل معين حتى يستطيع أن يحصل أو يلم المنهج كله قبل دخوله للمتحان نحن طبعاً زي ما قلنا قبل كده وبنقول لولادنا خلي بالك ليلة الامتحان بتكون ناتج أو يعني النتيجة النهائية لكل المذاكرة اللي تمت طول السنة نحن بنذاكر طول السنة وعارفين أنه عندنا نقط مهمة جداً في منهجنا فبالتالي النقط دي بنترجمها بمذاكرتنا ليلة الامتحان بس يعني أنا مش في ليلة الامتحان بس ترجع للمنهج بالكامل وببدأ أذكره من أول وديد لا لا خالص لا أنا بفكر نفسي عشان كده هي مراجعة كل اشتغلته طول السنة براجعوا في ساعة أو في ساعتين فبالتالي ده كم كبير جداً لو أنا هذكره من الأول بيبني الثقة في النفس وبس كل بعض الحاجات اللي أنا محتاجها اللي ممكن بتيجي دايماً عارف أنها بتيجي فبقول خلي بالك دي بتيجي وبتيجي بالشكل المعين ده فبيبقى أنت الولاد داخل المتحان أو الطالب داخل الامتحان وعارف الحتة دي منتظرها تكون موجودة مش هتبقى يعني هتبقى مفاجأة لأنها موجودة فبالتالي هيبقى السؤال الأول اللي احنا دايماً بنعمله في امتحاناتنا ما كنا في مرحلة السنوي أو أي مرحلة تعليم أول ما بلقى حاجة أنا كنت قاليها قبل ما أدخل الامتحان بتبقى هي أول حاجة بكتبها وبجاوب عليها فده بيدي بيفرح الطالب فيه سوقف الامتحان يبدأ يكمل يحسن أن الامتحان جاهله سهل الامتحان سهل ودي عبقريت بقى وضع الامتحان دي عبقريتون يجذب الطالب ويحط له الأسئلة البسيطة في الأول وبعد كده الأسئلة التي تبدو معقدة أو تقيلة شوية لكن أنا مذكر أصلاً كويس فبالتالي مهما كان حجم نحن نقول الكلام ده كل اللي أولادي مهما كان حجم الامتحان ومهما كان الأسئلة ونوعيتها اللي موجودة في الامتحان لو أنت مذكر صح مش هيهمك أي سؤال فبالتالي تقدر تجاوب بالشكل المطلوب فإحنا نذكر كويس قوي ونخلي بالنا من كل الأجزاء اللي احنا بنقول عليها مهمة لأن أصل منهجنا أنا أنا بمتحنك ليه أنا بمتحنك على منهج مفروض لما تخلص الشهادة عندي ده تكون جدير أن أنت تشتغل في السوق الله عليك فما ينفعش أخذ معلومات وبس وأحفظها لأ أنا عندك تعليم فني لازم أكون محافظ وفاهم وعرف خطوات وبنفذ المصحح برضا كفندم هو بياخد الفهم من الطالب وبيعرف الفهم من الطالب يعني يعبر الطالب عن ذكره بطريقته مفيش مشكلة يعني مش لازم يحفظ نص الكلام نص الكتابة المكتوبة عليقول أنا لو اتغيرت يبقى ممكن أمقص درك وإحنا عندنا طبعا في مادة الألات عموما في كل النوايات الفنية مادة الألات لازم يكون الخطوات بنفس الترتيب يعني قال واحد بعدها اتنين بعدها تلتة بعدها اربعة هي مش حفظة أكتر من هي فهم ترتيب زهني ترتيب زهني وإذا تغير الترتيب الزهني يبقى هو مش عارف يبقى هو غلط يبقى الموضوع بالكامل يمشي مرتب بشكلك مرتب لازم يمشي بنفس الترتيب اللي احنا متفقين عليه غير كده يبقى مش مظلط وإنه مش يكون جدير حقيقة النهاردة ناسعد بمحاضرة حضراتك النهاردة ومراجعة ليلة الامتحان اللي هنبدأها يمكن بحركة تغيير المواكيك أخذين نعرف إيه حكاية المواكيك وحركة تغييرها تمام حركة تغيير المواكيك طبعا احنا قلناها قبل كده مع هذنان ما كنا بنشرح المنهج بتاعنا هو نظام القلبات القلب أنا طبعا عندي قماش مش كل القماش اللي بنتجه قماش سادة لا يبقى فيه قماشة فيها خيوط بألوان بالطول أو خيوط متقطعة بالطول والعرض مع بعض اللي هنقماشة الكروهات فأنا عشان أطلع القماشة الكروهو دي محتاج يكون اللحمة كمان ملونة فبالتالي جهاز القلبات شغلته ان يتحط فيه ألوان مختلفة عن ألوان اللحمة المعتادة بدلا ما كانت بلون واحد بيعندي أكتر من لون هنا عندي فيه جهاز بيستخدم مكوكين بس من جهة واحدة ده اللي هو مفروض عندنا في منهجنا لكن السوق أصلا فيه كمان نظام 8 أدراج 4 شمال و 4 يمين بالتبادل مع بعض فده بيتحمل لغاية سبع ألوان يشيل سبع ألوان لكن بعد كده طبعا كل الكلام ده اندصر مع الأجهزة الحديثة للنظام اللي هو والميا والموضوعات الحديثة دي فبقى فيه جهاز قلب إلكتروني يقدر يشغل أكتر من سبع ألوان فده طبعا نظام أوتوماتيك أعلى كتير جدا ومشتغل عن طريق الكمبيوتر مع الماكينات الحديثة دايت عليموا أبناءنا برضا كفاندي السنة الجاية لا لا خلاص بياخد على القلبات لكن هو بياخد فكرة بس إن فيه إلكتروني هو يشوفه كمان بيشوفه في الماكينات الحديثة لكنه مش عليه رسميا عاوزيني يدخلوا المرحلة اللي جاية إن شاء الله داخل في المنظومة الجديدة بتاعت الجدارات إن شاء الله يقدروا أولادنا برضا كيتابعوه بعد التخرج الدكتور يعني ممكن أو يدرسوه كدراسة خارجية طالب الشاطر بيدور على كل جديد الأجزاء بتاعت تخصصه وطالب هو دي بقى الجدارات دي الجدارات الجدارات بقى إزاي يجيب هو المعلومة بنفسه لكن عندي بقى نظام منظومة الجدارات عندنا طبعا في التعليم الفني منظومة مختلفة تماما اللي أنا بشتغل بإيدي بتعلم كل حاجة بإيدي فإذا ما عملتهاش فأنا مش جدير فأنا هو الخسرات آه طبعا لكن الكم اللي طالع عندنا طبعا مع أول دبلوم طالع عندنا في التجربة اللي فاتت كانت كويسة والطالب اللي بتحني دبلوم النظري بتاعه خلص كان بقى امتحان بسيط 3 ايام امتحان نظري ويومين او يوم الامتحان العملي بالمعارفة. فالموضوع بقى بسيط في امتحانه. بقى فيه رجال صناعة بتيجي تقعد تشوف الطلبة وهي بتنفذ المهارات. فاذا نفذ بما يتطفق مع الصناعة. فبيديله رجل الصناعة جدير. مش انا كوزارة اتباع تعليم. رجل الصناعة هو اللي بيديله جدير. وانا كمان بديله جدير عشان ازبط الشهادة معي. انا في منذوب عندي من الوزارة قاعد. حد من التخصص مع حد من الصناعة. الاتنين بيشهدوا ان الطالب ده يقدر ينفذ المهمة. يبقى ده لما خليه مثلا لو هينزل يسوق عربية. هبقى متطمن معاه عليه. وهو ماسك المعدة بتاعته وهو شغال. وده الهدف لانه مش بيشتغل بمعدة ببلاش ده بيشتغل بمعدة بملايين. فبالتالي لازم يكون جدير في التعامل معه. الله. طيب هل هناك اسئلة عن حركة المواكي تفضل؟ نبدأ بقى نشتغل على حركة القلبات. واول حاجة عندنا عند نوعين من القلبات. عند القلب الدائري. وعند القلب الرأسي. هنا نتكلم عن القلب الرأسي المنتظم للحركة زي الدرجين. وده اللي موجود عندي في منهجي بالرسمة بتاعته. واول حاجة احنا قلنا القلات بتاعتمد على اجزاء ورسم وحركة التشغيل. هنطلع على طول على الرسم مع الاجزاء. هو ممكن هنا في الامتحان يجي يقول لي ايه? انت حط الاجزاء او يطلب الاجزاء بشكل نظري. فبالتالي لازم اسردل الاجزاء بشكل نظري. لكن طبيعي ان انا الاجزاء دايما بتكون عندي على الرسم. تعالوا نشوف الرسمة اللي معنا ونشوف الاجزاء اللي عليها. اول حاجة هنا بتبدأ بالكرانك العلوي. وهنا ده ترسيب كرانك راكب على الكرانك العلوي. متصل بترس توصيلة. متصل بترس الكامة. واللي راكب من الداخل ده هي الكامة اللي هو الجزء الدائري اللي انا بشاور عليه ده. كمان لاحظة ان الكامة فيها جزء بارز وجزء غائر. جزء طرفه او سطحه عالي شوية عن الجزء التاني. وده طبعا هيكون له دلالة اثناء حركة التشغيل. والجلبة بتاعت الكامة. بعد كده في عجل التماس متمسة مع سطح الكامة. عجل التماس دي راكب على زراع زوكوعين. وزراع زوكوعين ده مرتكز على محور. متصل بياي. زراع الرأسي منه متصل بياي. وهنعرف اه وظيفة الياي دي. طبعا احنا عارفين دايما وظيفة الياي في اي جزء من الاجزاء بتاعتنا في الماكينات. ان هو بيراجع الاجزاء لوضاعها الطبيعي. فهو هنعرف برضو العمل بتاعه واحنا شغالي. بعد كده في الاتجاه التاني. عند المشقبية اللي موجودة على الكوع القفق من الزراع زوكوعين. هنلاحزن فيه هنا حامل ادراج. وهنا الادراج نفسها. عند درجين. درج علوي ودرج صفلي. الوضع الطبيعي اللي قدامي ده. الدرج العلوي هو اللي شغال. المكوك بتاعه هو اللي داخل او بيتحرك من الدرج ده للدرج اللي في الجهة المقابلة. هنا الجهاز في درجين من جنب ودرج واحد من جنب تاني. فبالتالي الحركة بتاعتي هنا بتكون من الدرج ده يطلع اللون مسلا انا حاطت في الدرجين اللون الاحمر فوق اللون الازرق تحت. لازم جميع الحدفات تكون زوجية. الدرج يطلع منه المكوك يروح يامل حتفة ولازم يرجع على نفس الدرج. ما ينفعش يرفع ما ينفعش يكون في درج تاني. الدرج التاني مثلا فيه لون الازرق هيطلع يامل حدفات بتاعته ويرجع على نفس الدرج. وهكذا. فهنا المشكلة اللي تبقى في الجهاز بتاعنا ده اني لازم تكون الحدفات بتاعتي زوجية. طيب. هنا بقى نطلع على حركة التشغيل الاساسية للجهاز. بدوران الكرانك العلوي يدور تبعا له الترس القائد. يدور تبعا له الترس المتعاشئ معي الترس التوصيلة. لنقل الحركة لترس الكامة. الكامة هنا عندي فيها جهتين. جهة سطحها بارز وجهة سطحها غائر. اثناء تواجد السطح الغائر وتلامسه مع عجلة التماس. هنلاحظ ان الزراع زكوعين في وضعه الطبيعي. الزراع الرأسي منه رأسي عمودي بزاوية تسعين. والزراع الافكي منه في وضعه الطبيعي. هنلاحظ ان في الوضعية دي هيكون حمل الادراج في وضعه الطبيعي لاسفل. وكمان الدرج رقم واحد هو اللي في حيز التاشر. الحركة التانية منه. بعد دوران التروس دي ووصول السطح البارز من الكامة لعجلة التماس هنلاحظ ان الزراع زكوعين هيندفع في الاتجاه الليمين من الرسم. اندفعه في الاتجاه الليمين طبعا هوا مرتبط بهاي. هيبدأ اللي ياتفرد معايا. اتجاه الليمين ده اول ما انا بادفعه في الاتجاه ده هو مرتكز على محور. هي ميل. ميله في الاتجاه ده ومع اتصاله بالزراع الافكي او بالكوع الافكي. هيعمل على رفع الكوع الافك من الطرف التاني الاعلى. هيعمل على رفع حمل الادراج الاعلى. هيكون الدرج رقم اتنين هو اللي في حيز اللطاشة. في الحالة دي لو انا عندي لونين زي ما قلنا اللون الاحمر واللون الازرق الاحمر في درجة الاولين والازرق في الدرجة التاني. بالوضعية جديدة اللي انا قلت عليها دي. الازرق هو اللي هيكون عليه الدور في عملية الامرار. فبالتالي درجة الرقم اتنين هو اللي هيكون في حيز اللطاشة. طيب. بعد زوال تأسير بوز الكامة او الجزء البارز من الكامة بعد انتهاء عدد الحدفات المطلوب لان ان انا مرتبط بعدد حدفات معين. بيعود تاني الجزء الغائر من الترسل من الكامة يتلامس مع عجلة التماس وبيعمل على جذب العجلة لوضاعها الطبيعي وعشان تفضل متلامسة مع الكامة الياي المرتبط بزرع زوء الكعين. في الحالة دي هيهبط الزكوع الافقي من الزرع زوء كعين لاسفل هيجزب معاها حامل الادراج هيجزب معاها الادراج ويخلي الدرج رقم واحد هو اللي في حيث التاشر. يبقى انا هنا رفعت الدرج الاعلى في وضعية معينة ونزلت مجموعة الادراج لاسفل في وضعية معينة. اثناء تلامس بوز او الجزء البارز من الكامة لعجلة التماس بيعمل على دفع الزراع زوكوعين في الاتجاه اليمين من الرسم. لو انا هنا قلت ان ده الزراع زوكوعين خلينا كده عشان ده الزراع الافقي منه يكون اطول شوية معايا. انا لو جيت على الزراع ده وضغطت عليه كده الا هيحصل هيميل معايا. ميله هيرفع معايا للاتجاه التاني. لما بعمل كده برفع درج رقم اتنين قدام الى التاشر. لما بيرجع الوضع الطبيعي درج رقم واحد هو اللي قدام الى التاشر. ببادل الالوان في الجزئية دي. وفي الحالة دي بعمل المطلوب مني ان انا هعمل عمليا تغيير الالوان بالشكل المطلوب. عدد الحدفات هيكون برتبط بعدد اسنان ترس التوصيلة وعدد الاسنان الموجودة على ترس الكامة وترس القرنك نفسه. وده اللي هيديني مسلا يقول لي ايه? انا محتاج يكون عندي ان الدرج ده يستقر ست حدفات او تمن حدفات او عشر حدفات. بيفضل المكانة شغالة وسطح الكامة منتظر ان يعدي عدد الحدفات المطلوبة منه. بحيث ان اخر نقطة في طرف الكامة الجزء البارز منها يكون الدرج رقم اتنين عمل الحدفات بتاعته. ويبقى يبدأ الجزء الغائر ويبدأ الدرج رقم واحد يكمل ويعمل العدد الحدفات المطلوبة. تعالوا نشوف بقى الشكل الرسمة بتاعتنا لما يتحرك البوز الكامة او جزء البارز من الكامة ويلمس عجلة التمس. تعالوا كده نشوف الكلام ده على الرسم. هنا في الرسم بتاعنا طبعا شلنا الاجزاء عشان نوضح الجزئية دي. الرسمة هنا مالت. لو لاحزنا فيه جزء اللي قبل كده. هنا الجزء البارز من الكامة في الاتجاه الشمال. اللي مين هو الجزء الغائر? تعالوا بقى على الرسمة اللي بعد كده. الكامة لفت. بقت اتجاهها الاتجاه تانا طبعا هي بالدور. استحنا عملنا كده عشان نرسم. هنا اول ما لمس عجلة التماس بدأ الياي يتفرد معايا وبدأ الزراع زوك عيني ميل. ميله في الاتجاه ده بما انه مرتكز على محور. خلى ان الاتجاه التاني القفك منه يرتفع الاعلى. رفع الاعلى رفع حمل الادراج لاعلى ورفع درج رقم اتنين بقى في حجز الاتاشر. ده شكل حركة التشغيل. ومرة بيكون الجزء البارز من الكامة في اتجاه عجلة التماس ومرة بيكون الجزء الغائر في اتجاه عجلة التماس. الجزء بارز معنات درج التنين هو اللي شغال. الجزء الغائر معنات درج رقم واحد هو اللي شغال. بكده احنا كده يعرفنا الحركة التشغيل الخاصة بالنوع ده من الاجهزة. وبنتنقل على جزء تاني من الاجزاء بتاعتنا. تمام. الجزء التاني هو القلبات يا فانديم ولا جهاز البيتري? جهاز البيتري. البيتري. يعني. جزء بيتري خزان مواصر اللحمة. عاوزين نعرفه اكتر ونشوف اه الاسئلة اللي عليها. تمام. طبعا بالنسبة للجزء التاني من الاجهزة بتاعتنا هيكون جهاز البيتري او ازا ما احنا بنسميه كده خزان مواصر اللحمة. خزان مواصر اللحمة شغلته الاساسية انه يعمل على تشغيل مستمر للمكينة. مش كل ما يخلص المصورة اللحمة اوقف المكنة وادخل لنا بايدي اغيرها. لا. ده هو الشاي الكمية من المواصر. لما المكوك بيفضى منه خيط اللحمة هو بيركب المصورة جديدة. بس ازاي هي دي بقى المشكلة بتاعتنا اللي هنبدأ نتكلم عليها ونشوف الاجزاء المكونة الجهاز ده. المواصر هي اللي هيلف عليها الخيطة فانتم صح. تمام اه. يعني بتعتبر زي ما بنسميها البكرة. اه البكرة ده موضوع تاني. موضوع تاني. اه. لكن تاني دي شكل مصورة. لانها معدنية وفي نفس الوقت. لا مش معدنية هنا كمان ده دي انواع كتير. اه. في منها البلاستيكية وفي منها الخشبية. اه حتى الجزء المعدني بيكون عليها بسيط جدا. خزان يعني ها غزن عليها هاده. اه. اطولها المعينة. لغاية امتلأها فقط. تمام. بالنسبة للخزان بقى ده هو بيكون هي يكون جهاز موجود في الجنب اللي مين من الماكنة. لو نوقف قدام الماكنة هيكون على ايد اللي مين. وهيكون شايل كمية من المواسير. كل المواسير بتكون مليانة نفس الكمية. كل مواسير بتكون نفس الشكل. وكل المواسير بتنفع تركب على المكوك اللي شغال على الماكنة. لو فيه مصورة مختلفة. وكانت موجودة على الخزان. وجي الخزان يركبها على المكوك. وكانت مخالفة. هي اما هي هتكسر اما المكوك نفسها هي تكسر. فلازت تكون من نفس النوعية. النوعية. عشان تركب في نفس النتوء بتاعها المخصص لها على نفس المكوك. نوعيتها يعني درجتها فاندي ممأسها ولا نوعية. كل حاجة كل مواصفاتها. خامتها والمواصفة نفسها. مواصفة نفسها. وحجمها وعدد الحلقات اللي فيها وشكلها. تمام. كمية الخط طبعا دي معروفة تكون كمية الخط تقريبا سابتة متوسطة على كل المواصير. تمام. تعال نشوف بقى جهاز التغيير المواصير اللحمة اوتوماتيكيا. اول حاجة عندي هنشوف شكل الجهاز. نفتكر كده شكل الجهاز معنا. احنا طبعا شفناه في حالة العملية او جزء العمل في بعض الاجهزة. هنا ده الجهاز وهنا طبعا الجزء المعدني او الحلقات المعدنية بتركب في الطرف ده. والطرف التاني اللي هو المكان اخراج او سحب خط اللحمة بيكون في الطرف ده. وبسحب خيوط اللحمة من المواسير. وبقى شبكها في الجزء ده. وابدأ انها الفها في الطرف انه عشان تكون مجدودة تكون جاهزة لعملية التركيب على المكوك وعملية اللضم. يعني وبيركب ويتعمل اللضم في ساعتها. فبالتالي انما كان على طول اول ما بتركب المصورة بيبدأ المكوك يتحرك بيبدأ اشتغل كأن ما فيش حاجة حصلت فيه. وده طبعا بيسعدنا اكتر على عملية التشغيل المستمر. هنا طبعا من الداخل بقى الاجزاء نفسها اللي بتحرك الموضوع. هنا ده حساس تأمين المكوك اللي هو الميل دلوقتي طبعا ميل لان ما فيش مكوك منتظر ان هو يعمل له عملية الاحساس. وما فيش عملية تغيير اصلا ما بتحركش غير في حالة التغيير فقط لغير. هنا طبعا ده شكل الشاكوش اللي بيقوم بعملية التغيير او الضرب المصورة عشان تركبها. هنا سقاطات التغيير. وهنا ده الترس اللي بيتحرك عليه السقاط عشان يحركوا درجة او مصورة في جهز مصورة قدام المكوك اثناء عملية التغيير. هنا طبعا ده شكل السقاط هنا شكل الشاكوش في وضعه الطبيعي في انتظار عملية التغيير. هنا ده شكل المكينة وهنا طبعا الخزان مليان بمؤسير اللحمة وجاهز للتشغيل. طبعا هنا اول ما بتخلص المصورة. اوتوماتيك هو بيغير. بيغير ازاي? في حساس في الاتجاه الشمال. بيدي المصورة للمعدية قدامنا اللي شفناها من شوية تحت مسند الصدر الامر بتاعه. اللي هي تتحرك جزء من محطة. فبتدى تدى الامر ليه الجزء اللي مين? اللي هو موجود فيه البتري عشان يجهز لعملية التغيير. وبتتم عملية التغيير في الحال اثناء تشغيل المكينة. يعني المكينة ما بتقفش المكينة عملية التركيب بتكون لحظية. اثناء عملية تشغيل المكينة. فاللي هو انت بتسمع صوت خبطة. وبعد الخبطة دي المكينة الشغالة عادي. الخبطة البسيطة دي اللي ممكن نلاحظها بس اللي فاهم هي عملية التغيير. بيركب مصورة جديدة فوق المصورة القديمة. ويرخبطها وتنزل مصورة القديمة تحت في صندوق تجميع. لان المكوك بيكون في الحالة دي فاضي من فوقه من تحت. فبيدرب المصورة في بالمصورة الممتلأ. المصورة فرغة تسقط لأسفل. في الصندوق. ده طبعا هنشوف طبعا اشكال المواسير. ده بنسمي طريقة ميكانيكية فانت. يعني مرتبة بشكل ميكانيكي. طبعا. مش الكتروني. الالكتروني بقى اللي هيجي يتحرك بنفسه حسب البرنامج اللي حطه. طبعا. طبعا. الاجهزة اللي بتشتغل على النوع ده كلها ميكانيكية. مش اوتوماتيكية. ومصر مليانة من هذه الالات الميكانيكية. اه لان طبعا سعرها بسيط فبالتالي تلقى ورش موجودة كتير جدا في المنصورة وفي شبرة الخيمة بتستعمل نفس النظام القديم بتاعنا ده. طبعا. عما الحديث بقى ضغط هوا وضغط مية وكلام سريع جدا. كتير اه. اه. ومحتاج سيانات بشكل مختلف لكن ده كمان ممكن الطالب يعمل سيانة على طول هو وقت. اه اه ده عادي بالنسبة له. كمان يعني ممكن يجيب مكينة ويعمل بها مشروع بسيط. بس طبعا برضو التكلفتها بتكون عالية شوية. طبعا. طبعا نرجع بقى للمواسير اللحمة. المواصفات بتاعتها تصنع من الخشب الجيد النعم او بعض انواع البلاستيك. خشب يا بلاستيك. المكوك تصنع المواكيك عادة من انواع خاصة جيدة من الخشب المضغوط النعم. الملمس والخالي من العيوب اللي هو وجاك. ليه فكين قويين بنسميهم كليبس ومثبتين في المكان اللي بيركب عليه كعب المردن في المكوك. ليه زي ما نقول كده النتوءات اللي هي الاماكن الغائرة اللي يركب عليها الحلقات الخاصة بالمصورة. هنا ده شكل المصورة هي ممتلئة. وده شكل المكوك. وهنا النتوء بتاعي اللي هيركب عليه الحلقات بتاعت المصورة. طبعا لما بتركب المصورة من جهازة بترب بتتضرب وتركب في مكانها هنا. المكوك ما بيكونش مرحل. في طريق عشان اتطمن المكوك ثابت في مكانه السليم. هنا طبعا ده الجزء بتاع اللضمة اللي بقوم بعملية لضم الخيط في اثناء عملية ايه? عملية التغيير. عشان يتم سحب الخيط بشكل آآ سالس او بشكل منتظم زي ما احنا بنقول. هنا الاجزاء الغائرة اللي موجودة في المجبك بتاع المكوك. الاجزاء دي بتعمل على آآ مسك المصورة. طبعا انا عشان امسك المصورة بالشكل ده. فبيعمل على امساكها. لان لو تهزت ملي واحد بس ممكن تسقط من المكوك. فبالتالي لا هي المجبك ده او الضاغط ده بمعمول بطريقة من صلبه معين طبعا عشان يتحمل الاجهدات اللي هتحصل. وفي نفس الوقت بيعمل على ايه? الامساك بالمصورة. المصورة بتعملها من طرف واحد بس. فبالتالي لازم يكون لها وزن معين. فبالتالي لو انا مسلا قلت ان هنا المسك بتاعي بالشكل ده. وانا مسكت المصورة بالشكل ده. فهي حرة من الطرف الدين. فلو انا جيت اسحب الخيط بتاعي. ومالة سنة كده. الميل الصغير ده. وانا باسحب خط اللحمة. هيشبك في الطرف بتاعها. وهيطقتها. طول ما انا شغال. يعمل حتفة وروح مقطوع. يعمل حتفة وروح مقطوع. ليه? لما جات تركب ميلة. الميل البسيط ده. لكن هو المعمول بطريقة معينة بحس انه دايما تكون المصورة ركبة بالشكل ده. طب بيساعدها اسناء عملية التغيير ان هي تبقى مستقرة بالعدلة بتاعتها دي ايه? الشاكوش بتاعي بقى فيه الطرف فيه معدن وطرف في النص فيه بلاستيك او فايبر. لا اسناء عملية التركيب مش بيركبها من طرف واحد. لا ده بيضغط عليها من الطرفين. فبالتالي انا بتيجي تركب بتركب عدلة. فبتستقر عدلة. فبتشتغل بالشكل المطلوب. اسناء سحب الخيط فانا بسحب الخيط هيبقى ده كاينه ايه محور بتسحب عليه الخيط بس مش بيأثر على حركة انسياب الخيط من المصورة. وده طبعا جزء مهم جدا وجزء فني جدا. فانت لو لسه مركب مصورة كتن ما كانا معاك شغالة كويس. واتفاجئت ان هي بعد تركيب المصورة دي بدأت تقطع خيط لحمة. اعرف ان المصورة بتاعتك اما آآ فيها ميلة في اسناء التركيب او فيها عيب او الخيط نفسه هو اللي في المشكلة. فازا كانت هي سليمة يبقى الخيط اساسا فيه المشكلة. فاتغير المصورة مرة تانية. تهم كده? والخيط بقى لو فيه مشكلة يبقى يعني حاجة بتخليه تصعف قد من واحده. دايب. دايب او النمرة بتاعته او غزله مش مزبط. مش مزبط. مش مزبط. دالي هيبدأ يتقطع معي. لان اللحمة اصلا نوع من انواع الخيوط اللي هي بتكون فردي. تمام. فتلة مغزولة على خفيف. لو سحبتها بيدك تتفك. تمام. فاذا ما ما تبرمتش بالشكل مطلوب او مش واخدر برانوطة مطلوبة هتعمل المشكلة. طيب حضرتك قلت ان المصورة والمكوك مفروض يكونوا من بلاستيك او من الخشب. هو هو مش مفروض انه من المعدن يبقى افضل واحسن? لا طبعا. ده النمرة واحد هنا عندنا في احتكاك بيتين من ما بين المكوك. تمام. واجزاء من المكنة. لو فرضنا ان المكوك تصنع من الحديد. تمام. وزنه زد. تمام. تقل. هيخف يخف يخف. اضربه. اه. فهيتير فوس نفسها. يتير مسافة مسافة مثلا مترين. تمام. فعشان يروح مترين وهو وزنه عشرين كيلو. ولا يروح متنين وهو وزنه خمسمة جرام. لا طبعا. فعشرين كيلو اول ما اخبطه راح وقف في النص. لكن كل ما خفف الوزن بتاع المكوك وهتدي له القصفة بتاعته وهيتير المسافة المطلوبة. لكن ليه عمر بقى حضر لك استخدام وليه يعني طايم وليه او عدد لفات معينة نقدر نحبوكها بحيث ان احنا نغير المصورة بشكل دائم يعني انها برضا ممكن تتغير. المواسير معلاش اجهدات. اه. التغييرها بيتم لو هي القصرت. تمام. لو حصل لو بس ده طبعا بيبقى اه عمل غير مألوف. المواسير عندي عمرها طويل. لان المصنوع من الخشب. خشب مضغوط. والمكوك برضو مصنوع من الخشب مضغوط. فبالتالي عمرهم الاتنين طويل. المكوك عشان يبقى فيه اسناء الاستضام يتحمل الاجهدات. حطين له في الغراب من امام من الخلف من المعدن. عشان يروح في الاتجاه التاني عند اللطاشة. يصطدم باللطاشة. والخشب ما يكسرش وما يدوبش. يفضل في نفس القوة بتاعته. احنا عشان هو مفروض يبقى خفيف. لابد ان احنا نستخدم مادة خفيفة. دي اما البلاستيك. لا المكوك لازم خشب. خشب. ده لازم. المواسير اللي فيه منها بلاستيك وفيه منها خشب. طبعا. تعالا بقى نشوف شكل المكوك وهو راكب على المكينة وكمان شايل مصورة لحمة. هنا طبعا بالشكل اللي معانا. هنطلع على الصورة. هنلاحز هنا ان المكوك راكب في الدرج بتاعه. وهنا هنلاحز ان المصورة هنا راكبة هنا الحلقات بتاعتها. وهنا طبعا هي شالة كمية من خيط اللحمة. والمكوك مرتكز على اللطاشة. في الغراب بتاعه. هنا ده الغراب اللي احنا بنقول عليه. طبعا هنا في جزء مختفي تحت الجزء الخاص بالدرجة هنا. لكن اللي يهمنا في الجزئية دي الفتحة اللي موجودة في الجنب هنا. موجودة في الجنب في الدرجة نفسه. وموجودة كمان في المكوك نفسه. دي الفتحة الخاصة بحساس الخيط اللحمة. اللي هو بيحس كمية الخيط الموجودة على مصورة اللحمة. ازا كانت ممتلقة بالشكل ده. خلاص المكانة شغالة. ازا كانت فرغت. فبيبدأ اثناء تقدم ده في الامام الحساس بيلمس المصورة. ازا لقي ان الخيط فرغ. فيبدأ يوقف الايه. يعني يبدأ يدي امر ليه الجهاز البتري عشان يقوم بعملية التغير. الاجهزة بقى اللي يتكون منها جهاز تغيير مصورة اللحمة. واول حاجة عندي جهاز حساس اللحمة الفيلر. الفيلر عندي منه نوعين. فيه ميكانيكي وفيه منه كهربائي. هنا النوع الميكانيكي. هنا طبعا ده درج المكوك مصورة اللحمة. ازبع الحساس. العلبة الحساس. المكوك نفسه. والقوع القفقي والشعبتين. ايه النظام ده? النظام ده عبارة عن مكوك بيدخل الدرج. بيتقدم الدفل الامام. بيلمس ازبع الحساس المصورة. ازا كان عليها خيط ازبع الحساس ده ميكانيكي. وعليه حتة الطرفه ده خشن. ازا كان فيه خيط لحمة. هيتشابك مع خيط اللحمة. وهينضغط اصناء تقدم الدفل الامام. وهينضغط الحساس لداخل علبة الحساس. طب ازا ما كانش عليه خط لحمة. هينظلق الحساس على المصورة. وهيميل. ميله. هيدي الامر للزراع المتصل بالاسبع الحساس او العلبة الحساس. عشان تبدأ تحرك القوع الافقي ما بين الشعبتين. عشان يقوم بعملية نقل الحركة او نقل الامر لجهاز الباتري عشان يجهز لعملية التغيير. يبقى هنا عندي حالتين. حالة وجود خيط على المصورة. وحالة عدم وجود خيط على المصورة. وطبعا حتة عدم وجود خيط دي مش بينتهي تماما. لو انتهى تماما المكان هتقف في الحال. لا ده انا بس بيبقى فيه كمية احتياطي موجودة. بس الجزئية اللي بيلمسها الحساس الخيط فرغ من عليها. الميل سببه بالنسبة للمكوك انه جاي الطقين على الفايع فاندم? ولا ايه هو سبب الميل? الميل الموجودة على المصورة كمية الخيط الموجودة على المصورة. ده عملية الرص الخيط على المصورة بتتم بالتدريج. عشان اما اجي اسحب اسحب. اسحب التدريج. اه. وإلا لو انا اشتغلت في خط معين بطول المصورة. مم. فهاجي اسحب. هسحب من اخر المصورة. والطرف الاولين لسه في الخيط. لسه في اهو. فاسناء سحب الخيط المنطقة اللي في الاخر دي هتبقى عالية. تماما. فالخيط هتقاطع برضو. بيبقى هو بيميل مع حركة سحب الخيط الكتيرة. بيبقى جاي بميل بزاوية خمسة واربعين تقريبا كده. تماما. ومرصوص بنفس الطريقة. تماما. يعني اه رصات او ادوار وراء بعض وراء بعض. عشان لما اجي اسحب يكون فيه سحب سالس لخيط اللي حما ما يتقطعش. تماما. تعالا بقى نشوف الحركة نفسها بتاعت الاحساس. بيتم ازاي على النوع ده من الاجهزة مع الصورة اللي هتكون معا. هنا انا عندي ده شكل الايه? ده الشكل بتاعي للاسناء عملية التجهيز ليه? عملية التغيير. طيب. تعالا نشوف كده اللي هيحصل. المكوك دخل الدرج. هتقدم الدف للامام. هيلمس اسبق الحساس. فيه خيط لحمة. هيضغط على اسبق الحساس. مفيش حاجة هتتحرك. الحالات التانية. مصورة فرغة. المكوك بيدخل الدرج. بيتقدم الدف للامام. اه هنا بقى طبعا انا ما يلتهى قبل ما توصل الرسمة عشان طبعا الرسمة مش طبعية. هاللاحز انها هينزلق الاسبق الحساس على المصورة. لما هينزلق هيدفع الزراع الزراع اللي قدام ده للخارج. هيميل الشعبتين. هتميل الزراع الكوع اللي هناو ده هيميل ناحية شعبة التغيير. وهيتبسط تلاقي ان هو بيدى الامر للزراع اللي هو اسفل مسند الصدر عشان يقوم يدى الامر ويقول الجهاز البتري يا جهاز انت جايلك مصورة فرغة. جهاز نفسك عشان تقوم بعملية التغيير. ده كان الجزء الخاص بالفيلر الميكانيكي. تعال بقى على الجزء التاني وهو الاسهل والاخف في حتى في رسمه. هو جهاز حساس اللحمة الكهربائي. الجهاز ده عبارة عن اسبعين يشبهوا فشة الايه? فشة الكهرباء. بس الاسبعين دول تحتهم ياي. الياي ده شغلته انه هو بيعمل على طرد الاسبعين للخارج. طب معنى كده انه بيتضغطه. بيتضغطه امتى? كل ما اجي احس المصورة بينضغطه. طب احساس المصورة تبقى كل قدية كل حدفتين. طب الكلام ده بيتم فين? بيتم على الماكينة. الماكينة بتبقى هنا راكب. ده الفيلر هو ده الراكب. وده الاسبع بتاعه. انا جسمينه من الجنبة. فبالتالي اصبع واحد اللي بقين. هو متسبت في قعدة في امام جنب على ايدك على الايد الشمال في قدام الدرج. واسناء تقدم الدف للامام. المصورة نفسها سطحها بيلمس الاسبعين. فلازم تقدم الدف للامام قوي. فبالتالي بينضغط الاسبعين دول مثلا مسافة نص المسافة بتاعتي. لغاية مثلا هنا. فبالتالي لازم يكون فيهاي عشان يبقى فيه انضغاط وفرد. انضغاط وفرد. وهكذا. فبالتالي. الاسبعين ده شغلتهم ايه? الاسبعين. واحد فيه طيار كهرباء. والتاني لا. طب التاني لا اليه? التاني لا. لان اول ما هيوصل ان الاسبعين هيلمسوا كزء المعدني في مصورة اللحمة. الطيار هيتوصل من الاسبع اللي فيه طيار او كهرباء للاسبع التاني اللي ما كانش فيه كهرباء. اول ما هيوصل الطيار بفعل لمصورة اللحمة حساس اللحمة هيبدأ الجزء النفسه لعلبة المقناطيس هيبدأ يوصلها كهرباء. فهتبدأ تشتغل وتعمل على جذب الازرع اللي هي مسؤولة عن عملية الايه? عملية التغيير. تعالوا برضو نكمل وهنشوف الكلام ده مع الرسمة النهائية. هنا الرسمة النهائية بتاعتنا اللي هتوضح الجزء اللي احنا بنكلم عليها لها عملية تشغيل علبة المقناطيس. هنا عندي علبة مقناطيس. العلبة دي بتشتغل عن طريق الكهرباء. فيها الطرفين. الطرف الارضي متوصل وسابط وعادي وجهز للتشغيل. طرف الطيار هو اللي ايه? مش هو واصل. او العكس. حسب التأمين. يفضل التأمين للمكينة ان الاسبعين يكونوا هم الطرف الارضي. اما طرف الكهرباء اللي يكون متوصل لعلبة المقناطيس. ايا كان المكان متوصلها ازاي? هنا علبة المقناطيس مقطوع منها طرف. ازا توصل هي هتشتغل. الطرف ده مقطوع فين? عند اسبعية الحساس. اسبع في طرف الطيار والاسبع التاني لا. اول ما يلمسوا المصورة. الاتنين هيسر الطيار من الاسبع اللي فيه طيار للاسبع التاني. اول ما هيسر في الاسبع التاني هيوصل الطيار لعلبة المقناطيس. هتشتغل. اول ما هتشتغل هتعمل على جذب الزراع اللي قدامي ده من الخلف الاعلى. وسقوطه من الطرف التاني الاسفل لانه مرتكز على محور. ازا تم جذبه من 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 اللي اعلى من الطرف الخلفي وسقوطه من الطرف الامامي هيكون في حيز شاكوش الشوكة. اثناء عودة الشاكوش للخلف ده سقط بقى في السنة دي. سقوطه هنا هيخليه كتلة واحدة مع ايه? مع الجزئية دي. الجزئية دي كده بقت كتلة واحدة معاه. لان هو سقط بقى هو مركب عليها ومسبت عليها. سقوطه هنا بقى دي مع دي مع دي قطعة واحدة. وهو بيعود للخلف لازم هيضغط على الجزء ده ويرجعهم علي الخلف. عودة كل الكتلة دي كده بحالها للخلف هيعمل على اه ان هو هيرجع او هيرجع الزراع اللي مستند عليه ده كمان للخلف. حركة الزراع ده للخلف هو اصلا راكب على ايه? على عمود. هيخلي العمود ده يدور جزء من محيطه. العمود ده راكب في جهة الشمال بسه بعرض المكينة واصل لغاية جهة اللي مين? فهيبدأ يقول لجهاز البتري ايه الحق? اللي الحكفة الجاية جاي لك مصورة فاضية. ابدأ غير. يبقى الامر ده كله. انا بس بحس بالجهاز الحساس. وبوصل كل الحاجات دي كلها بتقول فيه مصورة فاضية. فالاسبع الحساس قال فيه مصورة فاضية. يلا نشغل الكهرباء. اللي عبدت ما قد اسألت فيه مصورة فاضية. يلا نسحب الزراع اللي قدامي ده اللي اعلى من الخلف. ويسقط لأسفل. اه الشاكوش واسناء عودته للخلف هيبدأ يزقل او يحرك الكتلة دي للخلف. هيبدأ يحرك الزراع ده كمان معه للخلف. هيبدأ العمود يتحرك جزء من محيطه. ازان هي حركة متتابعة دكتور. فعلا. بالتالي اول ما خدت الامر انا خدت الامر في الحتفة اللي كان فيها المكوك في الجهة الشمال. طيب هتنفذ امتى الامر? لما المكوك يطلع من الدرج ده ويروح الجهة اللي مين? يعني كل اللي عملته ده عملته في الشمال بس هشوف نتيجته الحتفة اللي جاية. فيروح المكوك في الجهة اللي مين? ويبدأ جهاز البتر يقوم بالعملية التغيير في الحالة دي. يبدأ بقى يجهز عشان يغير. طبعا هنتكلم في جزئية معينة هنا. تعال نشوف بقى على الطبيعة شكل علبة الحساس. وطبعا هنا العلبة مفتوحة عشان خاطر نشوف الموضوع ده. اه وهنا هنشوف العملية هتم ازاي. هنا طبعا مفروض ان هنا فيه فلر كهربائي. هيبدأ يتحرك. هنا ده الزراع اللي انا قلت لك عليه من شوية. بيتحرك لاعلى. اسفل هو دايما وضعه الطبيعي ان هو الاعلى. في الطرف ده. والاسفل في الطرف التاني. انا هعمل على عملية جذبه عن طريق علبة المقناطيس. هعمل عملية جذب الاعلى. هنا. لو بسطت هنا ده الزراعة هو. اللي انا كنت لسه شافه من شوية. بضغط عليه بيرتفع لاعلى هو. هو مرتجز هنا على محور. ازا سقط لأسفل هنا هيكون في حيز الشكوش. هنا ده الزراع اللي بقولك على الكتلة دي متحركة زي ما قلنا. وده الزراع المستند على الكتلة بتاعة علبة المقناطيس. ازا تحرك في الاتجاه سحبه بايدي بالشكل ده. كل ده بيرجع الورا. وده كان بيرجع الورا. عودته للخلف هيعمل على حركة الزراع ده. ده الزراع ده شايفين ممتد بعرض المكينة اهو. واصل لغاية الطرف التاني. ازا ده دار جزء من محيطه. الحدفة الجاية لما المكوك يرجع في الطرف التاني هيبقى فيه عملية تغيير للمصورة. يبقى كل الحساس اللي موجود في الجنب ده بس بياخد مني الامر. ويدهولي ويقول لي بس المصورة فاضية. وانا لما المكوك يطلع من الدرج ده ويروح الجهة التانية طبعا ما كان معليهاش قماش في المرحلة دي كانت فرغة عشان كده قدرنا نصور لكم عليها الجزئية دي. فما بيروح في الطرف التاني بيكون جاهز لعملية التغيير. هنا بقى حساس تأمين المكوك. اللي هو بعد ما انا راح المكوك بتاعي في الجهة الاخرى. مش هغير على طول. لازم اتمن ان المكوك استقر ووقف في مكانه مزبوط. احنا قلنا لو تحرك سنة لقدام او سنة لورا وجيت اراكب المصورة. اثناء تركيب المصورة ممكن المصورة تتكسر او المكوك يتكسر. لان فيه فرق ملي بين ده وبين ده. او اثناء تركيبها هتيجي تنزل في الحلقات هترحل حلقة. از رحلت حلقة هتبقى غير ثابتة. فبرضه هتبقى عرضة ان هي تتحرك ويتقطع الخيوط اثناء عملية التشغيل. فهنطلع هنا على حساس بقى. تعال نشوف شكل المصورة العمود اللي احنا قلنا عليه. ونصل معلي الحساس. ادي العمود اهو. خدنا الامر. وروحنا في الجهة التانية اللي فيها جهاز البتري. اهو. هو دهر جزء من محيطه. فادة الامر للحساس. ادي حساس تأمين مكوك. هيبدأ يرتفع لاعلى. منتظر الحتفة الجاية. ارتفع لاعلى. هنا فيه غراب طبعا عشان يسبت الاجزاء دي طبعا مع شرح حركة التشغيل. احنا عارفين الاجزاء دي عاملة ازاي. بيرتفع لاعلى في انتظار ووصول المكوك للجهة المقابلة. اللي هي في اتجاهه. ويبتقدم الامام. هنا طبعا ده الشاكوش بتاع التغيير. ازا حصل وفيه تغيير بيسقط لتحت كده. وبتحرك سنة في السقاطة. حركته الاسفل دي بتعمل على عملية التغيير. مرة تانية. ادي العمودة هو بعرض المكينة. هاوصل معاه للطرف التاني. هيديني اول امر هيشتغل معي هيكون حساس تأمين مكوك. هيرتفع لاعلى في انتظار تقدم الدف للامام. هيتقدم الدف للامام ازا كان المكوك مستقر. كل الاجزاء دي هتبقى كتلة واحدة. وهتعود للخلف. هي كمان في المنطقة دي. المنطقة اللي فيها حساس تأمين المكوك مع السقاطات مع شاكوش التغيير. هي عودة الحساس للخلف بفعل الدف هيعمل على حركة الضاغط ده لأسفل. حركته الاسفل هتعمل على ضرب مصورة ممتلئة وتركبها مكان مصورة الفرغة على المكوك. وتستمر حركة التجغيل. يعني بيستوقفني في الشرح حضرتك انه كمين ممتع جدا ومجاز ولكن عاوز اسأل سؤال حضرتك بالنسبة لي المغناطيس. هو ده اللي هيدي الحركة الفعلية. وبالنسبة للعمود الطويل هو ده اللي هيبين الدقة البسيطة قوي لان العمود مقصود منه بس مجرد لفه جزء من محوره بيلف لفة دقيقة قوي. فاللفة دي اللي هيوصلها بالفعل هو العمود نفسه. فالعمود نفسه هو المسؤول عن احداث هذه اللفة الصغيرة اللي بدأناها بكل الحركة السابقة. المغناطيس هنا هو الحركة اللي بتفصل لتاريك هرابي وبتقرب تاريك هرابي فاندك ولا ايه بالزبط. هو المغناطيس هو متصل باسبع الحساس. ازا احنا قلنا عندنا ازبعين حساس. اه اه. هما اللي بيوصلوا الكهرباء ليه. انك انت عندك توصيلة كهرباء. فانت قاطع حتة حتة سلك في النص بين الاتنين. تمام. كل يتعملوا عايز تشغلهم هتروح ملمسهم لبعض. عايز تفصلوا وتعبادهم عن بعض. تمام. فانا تقدم الاسبعين. مثلا لو مصورة بتقى بالشكل ده. ودى الاسبعين. بيلمسوا المصورة. فينا حتة معدن في المصورة. تمام. ازا لمسوا حتة المعدن. المعدن بيوصل طيار. فاصبحوا ان هما افلوا الدايرة. تمام. هيبدأ المغناطيس يعمل شغله بقى. يشتغل. يشد. اه. يجزب حتة المعدن. يجزب حتة المعدن. تمام. وتسقط في الطرف التانية قدام الشاكوش. اه. وكل الاجزاء دي بقى كتلة واحدة ترجع للخلف تحرك العمو. تمام. استخدمنا القهرابة هنا. وفي حالات تانية ما استخدمناش القهراب. استخدمنا الماكينة نفسها. حركة الماكينة نفسها. يعني اذا الاستخدامات كثيرة للقهرابة مش هتقرب للجانب الالكتروني ولكنها هتبين ان احنا ممكن نستخدم القهرابة لتغيير حالة وضع مسلا. انا عايز اقول حركة الماكينات اللي بعد كده كلها الكتروني. الكلام ده كل الميكانيكا دي بتشالت خالص بقت كله الكتروني مع الميكانيكا. تمام. يعني حركة التغيير حركة السرعة حركة الخيوط نفسها كله بقى اوتوماتيك. اي مشكلة بتتعالج اوتوماتيك. اشتغل على بردة يا فانت. اه. تمام. كمبيوتر بالكامل. كامل اه. هنرجع بقى للشاكوش بتاعي الجزء الحساس تأمين المكوك معلش والتركيب بتاعه. هنا حساس تأمين المكوك طبعا هنا بياخد الحركة زي ما قلنا من هنا ده العمود اللي كنا بنتكلم عنه من شوية هو ده الدائرة الخضرة القدامي دي. وده الحامل اللي بيرفع الحساس. وهنا حساس تأمين المكوك. الحساس ده بتكون ايه? من دخله في ايه? فيه لسان. فيه هنا سوقات التغيير. دي المسؤولة عن السبات الاجزاء دي كلها مع بعضها. ازا كانت المكوك دخل واستقر في مكانه مظبوط. اللسان ده بيفضل سابت في مكانه. بالتالي الغراب ده او السقاطة دي هتضغط عن طريق الجوزاء. وهتخلي كل الزراعة ده كده كتلة واحدة. فلما اجي اضغط عليه بالجهاز الدفء اثناء تقدمه للامام. هيضغط على الزراعة ده. هيعود للخلف. وهنا طبعا الزراعة هنا الشاكوش نفسه مرتبط بالحساس عن طريق المحور ده. ده محور هنقول له مثلا لو قلنا ان ده زراع زكوين. ده المحور بتاعه. محور التحريك. فاذا انا حركت الزراع ده في الاتجاه الخلفي ده او في اتجاه الشمال كده في الاتجاه ده. وهو ركب على محور تاني هنا. هيسقط من الطرف التاني. فاللي هيحرك اصلا الشاكوش هو الحساس. هو اللي هيدي له القوة بتاعته. طب هو هياخد اصلا قوته منين? من الدفء اثناء تقدمه للامام. هيضغط عليه. طبعا هنشوف صورة تانية اثناء عملية التقدم للدف. تمام كده? يبقى ان الاجزاء عندي بتتكون بداية من عمود الرئيس لنقل حركة التغيير اللي هو العمود اللي كان بعرض المكنة. بعد كده زراع حامل الحساس. بعد كده عندي الحساس ويتكون هنا فيه طبعا زراع مفصلي. بيكون من الياي واللسان وسقاط التغيير. بعد كده عندي هنا شاكوش التغيير. والجزء بتاع الدف. هنا طبعا فيه الدف بتاعي. فيه جوزاء والدرج المكوك والمكوك نفسه. هنا الدايلة دي هي مصورة اللحمة. طبعا الاجزاء كلها بتتحرك بناء على الامر اللي خدناه من العمود الرئيسي اللي موجود بعرض المكينة. تعال بقى نشوف جزئية تانية كده لما اتعدل الدف. طبعا الحركة دي ما كانش موجود فيها اي حاجة. يعني دف عادي طبعا ما كانش فيه حركة تغيير. تعال نشوف بقى مع حركة التشغيل ايه هي تعمل. الحالة الاولى مصورة اللحمة ممتلقة باخوة اللحمة. ايه اللي هيحصل انه هيكون بالشكل ده. كل الاجزاء بوضعها الطبعا ما فيش اي حركة. ما فيش اي حركة. هي تعيدل بس الدف للامام. هيتقدم للامام. واللسان هيكون مايل او الحساس نفسه مايل. ما فيش تغيير. العمود ده ما تحركش. حساس تأمين حساس الفيلر هناك الكهربائي. لما لمس المصورة كان عليها خط فما وصلش كهرباء للمغناطيس. فما فيش اي حركة وصلت. فهيفضل مايل الحساس لاسفل. الحالة التانية. مصورة فاضية. الحساس بتاعي قبل خد الحركة بتاعتي وعرفنا ان هو ايه? جاهز للتغيير. راح المكوك في الطرف التاني المفروض ان انا هشتغل عليه ويكون فيه جهاز البتري. هنشوف الحالة الاولى. قادي الجهاز بتاعي ووصل له الحركة بتاعت التغيير. اتعدل. ارتفع لأعلى. وجه حساء وجه الدف يتقدم للامام. لقى ان اللسان بتاع الحساس دخل في الفتحة بتاعت الدرج وفتحة المكوك. ولقى المكوك ثابت. طب لو المكوك مرحل اللسان ده هي انضغط. واذا انضغط يبقى مفيش تغيير. يستنى الحتفة اللي بعد كده. لكن طول ما اللسان دخل بالكامل كده في الفتحة الجانبية بتاعت الدرج وكمان فتحة المكوك. اصبح ان اللسان اللي ان كده هيكون فيه عملية تغيير كاملة للمصورة. هنا بقى لما بيتقدم الدف للامام هيضغط بقى كل الكلام ده بقى كتلة واحدة. ده بقى كتلة واحدة مع الزراع العلو والسفل اللي عليه. فلما هينضغط هيميل الجانب ده. هيتحرك في الاتجاه ده. وهيسقط من الطرف التان. فهيدرب على مصورة ممتلئة وهيتمم التعملية التغيير. بكده احنا ايه? هنوصل لعملية التغيير بتاعتي. وعن طريق ضغط الشكوش على المصورة الممتلئة. فهيدرب المصورة الممتلئة. وبالمصورة الفضية وهتنزل المصورة الفضية في صندوق تجميع المؤسير من اسفل. وهيفضل النول شغال بدون توقف. ليه? لان اللضمة تمت. وكمان مؤسس البتري كان جاهز ومسك اطراف القيوط جاهز لقصها بعد تمام الحتفة الاولى وضم خيط اللحمة من المصورة الجديدة. جميل اوي. هنا بقى نطلع على جهاز حساس المكوك في حالة التحضير للتغيير. انا هنا همسك الحساس بس واشوفه ووروه لك وهو بيحضر نفسه لعملية التغيير. هنا اثناء حركته. هنا طبعا مفروض دم هنا يكون مكانه. هنا ده وضعيته اثناء عملية الايه? التغيير. لازم يكون جاهز في الوضعية دي. بالتالي السؤاطة دي هتتعاشق مع الجوزاء في هنا بيقال لها سنة في الجوزاء. بتتعاشق معها وتضغط عليها وتخليها دايما في الوضعية دي. فبالتالي ازا كان اللسان دخل في وضعه التمام. سؤاطة التغيير بتبدأ تتعاشق مع الجزئية دي. طب ازا كان فيه ترحيل. هيلمس اللسان ده جسم المكوك. فهيخلي السؤاطة ما تستقرش. مش هتثبت. فبالتالي هيحصل ايه? هيحصل عملية عدم تغيير. وهنروح للحطفة اللي بعد كده منتظرين عملية التغيير. بعد كده طبعا مؤسس البتري. وده اخر حاجة في جهاز البتري. بعد ما بتتم عملية التركيب المصورة الممتلئة. مكان الفرغة. بيمسك هو اطراف الخطين. خيط المصورة الفرغة. وخيط المصورة الممتلئة. عشان ما يعملش اول حاجة هي تشابك. وفي نفس الوقت اسنان تقدم الدفل الامام. اللسان قفل المقص ده. بيدرب على الكعب. هنا الكعب السفلي ده. وبيقفل المقص. بيخلي الزراع بتاع المقص اللي هو الجزء الفك المتحرك. يرتفع لأعلى. ويقوم على طول بقفل ايه? المقص على الخطوط وقصها بعد تمام الحطفة بتاعتي. شيء ممتد جدا يا دكتور محمد. يمكن شوفنا الجانب الرائع ده. ويمكن كنت بتمنى كمان انه يبقى فيه انميشان الفانديم يعني. اللي احنا شايفينه بالشرح الممتده ده. لو فيه انميشان هيبن للطالب الحركة التسلسلية ازاي؟. هو كان موجود اثناء حلقات الشرح. والله. المرة الجاي. سؤالي بقى لحضرك قبل منهي الحلقة الجميلة دي. عاوزة اعرف هو دور الطالب هنا. هل هو هيبقى مهندس آلات? ولا هو هيبقى بيشتغل على الآلة وعارف العالة. لو حصل فيها عطب. انا هتعامل معها واصلحها. انا بعمل صيانة مستبر. عاوزة اعرف طبيعة عمل الطالب بعد التخرج. انا عندي نوعين من الطالبة في الجزئية دي. عندي نوع بيتخرج من الخامس سنين. ده الفني اللي ممكن يحاول يصين. هو مش مهمته الصيانة كاملة. يحاول يصين. وفيه فني برضو اللي هو الخريج بتاع الثلاث سنين ده ده برضو بيبقى الفني اللي واقف على المكنة ده بيخرج من دبلوم مهني. يبقى نفس التخصص برضو. ده شغلته اللي اقوف على المكنة. فانا عندي كزا فئة بتخرج من الدبلوم. يمهني. والثلاث سنين العادية اللي احنا في دبلومها السنة دي بنرجع لها. ونظام الخمس سنين. كل فئة لها وظيفة جوه المصنع. تمام. امنيتي بقى للدفعة اللي هتتخرج السنة دي. ان احنا نلحق لها الجانب الالكتروني اللي هياخدوا زمالهم سنة اللي جاية. ونقدر ندهولهم حتى ان شاء الله يا رب في كورس. هيتديني الوزارة بحيث ان الطالب يؤهل كما اهل غيره. بعد ما اتخرج من ثلاث سنين من حقه يدخل ياخد سنتين في نظام الخمس سنين وهيشوف جزء الالكتروني. الله عليك. حقيقة احييك واحيي المنظومة الجميلة الرائعة دي. بشكرك دكتور محمد عبد السلام. معلم خبير بوزارة ترابية والتعليم. شكرا شكرا لكم عزيزي الطلبة في كل مكان. يا رب يحرزكم ربنا. يا رب يوفقكم. يا رب يخلي ذاكركم دائما يعني مقدة ومستمرة. تنشيط الذاكرة بالقراءة السريعة وبشكل يمكن شوية عشان افهم. وفي الاخر انا لازم اكون واثق بان انا ان شاء الله عارف حل حل. يبق اذا انا رايح الامتحان. وكل ثقة مفيش اي نوع من التوتر. اتمنى لكم مزيد من نجاح. واتمنى لكم الامتحان يكون مناسب لطموحاتكم ومناسب لقدراتكم اللي انتو آآ.